موسيقى هذه ظاهرة من الميادين وفي عنوينها موسيقى موسيقى تعتزم تطوير منظومات الدفاع الجوي لسوريا وتسليمها منظومة صواريخ S-300 وتقرر التشويش لمنع اتصالات الأقمار الصناعية والطائرات شرقية المتوسط تشيع شهداء الاعتداء الإرهابي في الأهواز ووزير الأمن يؤكد للميادين اعتقال عدد من المتورطين واصلاتهم بدول مجاورة الحجد الشعبي يتهم القوات الدينماركية التابعة للتحالف الأمريكي بقصف مقر له في قضاء القائم موسيقى تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مع دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ موسيقى المخرجة اللبنانية نادين لبكي في فيلمها كفرناحو تكشف بالكاميرا أزمات فردية وجماعية في مناطق لبنانية مسحوقة موسيقى أهلا بكم أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أنا موسكو ستسلم الجيش السوري منظومات 300 روسية للدفاع الجوي خلال أسبوعين كاشفا عن تلقي ضباط سوريين التدريب على المنظومة اتخذنا ثلاثة خطوات مهمة لحماية أمن العسكريين الروس في سوريا على خلفية إسقاط طائرات إي العشرين الروسية الأسبوع الماضي وهي تسليم منظومات 300 للجيش السوري خلال أسبوعين وتجهيز المراكز القيادية لقوات الدفاع الجوي السورية بنظام آلي للتحكم موجود حصريا لدى الجيش الروسي إضافة إلى تشغيل التشويش الكهرومغناطيسي لمنع اتصالات الأكمار الصناعية والطائرات في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا إكرام لانقال إن سلوك الطيارين الإسرائيليين المتعمد الذي تسبب في تحطم الطائرة الروسية العشرين لا يمكن إلا أن يضر بالعلاقات الروسية الإسرائيلية أضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري باسكوفان هذا السلوك يجبر روسيا على تفعيل قرارات إضافية لتأمين عسكريها في سوريا وحمايتها إلى ذلك أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السوري بشار الأسد أن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية تسلمها منظومة S-300 قالت الرئاسة السورية إن الأسد وبوتين قشا في اتصال هاتفي آخر مستجدات الأوضاع السياسية في سوريا واتفاق أدلب وكيفية التنفيذ قالت إن الأسد قدم لبوتين تعازيه فيما حمل بوتين من جهته إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية العشرين الوقوف عند آخر تطورات ينضم إلينا مباشرة مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي وأيضا من فلسطين المحتلة لنتعرف أكثر على المواقف الإسرائيلية من الإجراءات الروسية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام أهلا بكم نبدأ مباشرة من حيث الإجراءات من عندك سلام كيف يمكن النظر لهذه الإجراءات الروسية والتصريحات المتتالية حول المواقف من إسرائيل حول الإجراءات الفعلية التي ستتم على الأرض حول منظومة S-300 عندما نتحدث من المنظور الروسي للمعطا نعم فتون طبعا ما أعلنت عنه روسيا وستنفذه خلال الأسبوعين المقبلين شيء غير مسبوق بالأحرى هو مسبوق ويذكر بالحقبة السوفيتية عندما كانت هناك علاقات استراتيجية بين الاتحاد السوفيتي السابق وبعض الدول العربية وتحديدا بين الاتحاد السوفيتي ومصر وبين الاتحاد السوفيتي وسوريا سواء كان في الستينات أو السبعينيات عندما قامت روسيا بإنشاء جسور جوية لإمداد الجيوش العربية بالأسلحة في حروبها ضد الغاصب الصهيوني واليوم هذا المشهد يذكرنا بتلك المشاهد التاريخية لأن ما ستقوم به روسيا هو غير مسبوق على صعيد التعاون العسكري لروسيا مع الدول الأجنبية هذا ما فهمناه من تصريحات سواء كان وزير الدفاع أو من فحوى الاتصال الهاتفي الذي تم اليوم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وبشار الأسد إذ أن هذه الخطوات هي ليست فقط عسكرية وإنما عسكرية سياسية ولها معاني كثيرة ومغازية كثيرة في الواقع سيتم التوليف بين الأنظمة العسكرية الروسية والسورية يعني روسيا ليس لديها مثل هذا التوليف إلا مع أقرب حلفائها في الفضاء السوفيتي السابق وتحديدا مع بيلاروسيا باعتبار أن بيلاروسيا هي حليف لروسيا في الاتحاد هناك اتحاد بين هاتين الدولتين بين روسيا وبيلاروسيا وأيضا في إطار معاهدة الأمن الجماعي التي تضم عددا من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق واليوم نرى أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ودمشق تجسد أيضا بهذا الطابع بهذا الطابع الاستراتيجي والعميق الذي يظهر علاقات تحالف بين البلدين فلذلك هي أكثر من خطوة هي ليست فقط خطوة عسكرية وإنما هي سلسلة خطوات عسكرية سياسية تشير إلى أن موسكو بعد أن اكتوت من هذا التصرف وهذه السلوكيات وهذه العربة الإسرائيلية طبعا هناك أسباب كثيرة قد لا نتحدث عنها بالتفصيل لكن هي رسالة واضحة كانت والرئيس الروسي أيضا تلقى هذه الرسالة من عسكريه لأن دماؤهم يجب أن لا تذهب سودان وروسيا على كل حال سلام هذا القرار بأنها نعم كل هذه الإجراءات الروسية يعني رغم أنه كان في صمت على مستوى معين إسرائيلي إلا أنه الجيش الإحتلال الإسرائيلي رفض هذه الاتهامات نستمع أكثر للمواقف أو ردود الأفعال الإسرائيلية منك ناصر اللحام ماذا في الشق الإسرائيلي على الإجراءات الروسية تحياتي أولا يجب القول بأن ما يحدث هو زلزال زلزال كبير سياسيا عسكريا وحتى في الصحافة الإسرائيلية هذا غير مسبوك فعلا هذا يشبه الحروب الإقليمية التي كانت تمر بها دل أبيب وكادوا يظنون بأن هذا الوقت مضى جميع الصحاف العبرية والمواقع المعارضة والوسط واليمين ويمين اليمين قبر أول روسيا بوتين تزود الجيش السوري أسترثمية اثنين الأمر لم ينتهي عند هذا الحد بدأ الإسرائيليون يدركون أن هذه هي البداية وبالتالي نحن نتحدث عن قضية تتفاعل تتكون لم تقف عند هذا الحد وهذا ليس عنوان أخير ثلاثة كثير لافت لانتباه العنوان الذي لفت انتباه الجميع هل يسقط نتنياهو بسبب سقوط الطائرة الروسية وبالفعل هل يسقط نتنياهو بسبب سقوط الطائرة الروسية وكم رأس في إسرائيل سيسقط الأمر يخرج عن قدرات وإمكانيات إسرائيل وخصوصا مسألة التشويش على الطائرات والملح الجوية ونعرف تماما أن إسرائيل اعتمدت على تكنولوجيا لكن بالنسبة للدول العظمى هذا سهل جدا التخلص منها بالنظام التشويش وبالتالي ليس الأمر فقط هو سوريا وتدخل إسرائيل وعدوانها على سوريا وإنما هي سابقة قد تصلح في مناطق أخرى ونعرف تماما بأن وجود سابقة من هذا النوع يعني لإسرائيل ويعني للدول العربية الأخرى أنه يمكن الرد على العدوان الأمريكي أو الإسرائيلي وأن روسيا تستعيد مكانتها كدولة قطب وليس فقط كدولة عظمى وجود قطب جديد في المنطقة يعني تماما تغيير موازين القوة تغيير الأدوات ما أشاهد ما نراه في إسرائيل الآن هو مرحلة الصدمة انتهينا من حالة الإنكار التي كانوا يعيشون فيها في الأيام الماضية وأنه يمكن وطبعا عفر شيلح عضو كناسة ذكرنا بالأمس بأنه قال أين صديقك يا نتنياهو لأنه نتنياهو دائما يقول صديقي بوتين اليوم حتى أن في زخاروف صحفي كبير في إسرائيل كتب على تويتر يقول أين صديقك يا نتنياهو نتنياهو فتورة الحساب تزداد وتثقل عليه وخرجوا من مرحلة الإنكار إلى مرحلة الصدمة الصدمة لغاية الآن تتفاعل ولا نعرف وأكد مرة أخرى فوتون هذه ليست بداية التفاعل مع هذا الخبر الزلزال هذا زلزال كبير على صعيد إسرائيل يعني أنه حدود وإمكانيات إسرائيل باتت معروفة ومحددة في مناطق ونعرف تماما بأنه الآن أكثر من سيناريو يتفاعل في الأفق وليس هذا فقط منحصر على سوريا ولن يكون محصورا على سوريا لكن ناصر بعيدا عن كل الصخب الإعلامي يعني نفهم من خلال كل هذا الكلام بأنه هناك تخوف إسرائيلي حقيقي من طبيعة العلاقات المقبلة ما بين موسكو وتل أبيب هذا شيء مفروغ منه نحن نتحدث على أبعد من ذلك الآن العلاقة متوترة مع روسيا لا نتحدث عن المستقبل البعيد يعني ليس فقط في الرسائل التي أودتها فعليا أو وجهتها فعليا من موسكو لإسرائيل من خلال هذه الإجراءات أنا أؤكد وأعيد مرة أخرى إسرائيل عاشت لأيام الماضي حالة الإنكار الكذب الفاضح الواضح وزير إسرائيلي يقول بأنه علاقتنا مع بودين ممتازة ورائعة واستقبال بالأحضان ورفض استقبال مكالمة هاتفية من الرئيس الأسد ليتضح بأنه هذا كذب 360 درجة وأنه العكس تماما هو ما حدث الغضب الروسي على ناتنياهو على جيش الاحتلال وهناك تنصيك روسي سوري وبالتالي هذه العلاقة التي تتدهور أمام عيوننا تدهور كبير جدا لم يكن في حسبان إسرائيل أبدا لم تكن هذا السيناريو لم يناقش لم يطرح من قبل سواء الرئيس الأركان الحالي أو السابق وزير الجيش الحالي أو السابق ناتنياهو الذي يتولى حكومة وراء حكومة لم يخطر في باله هذا السيناريو أبدا تدهور العلاقة الروسية الإسرائيلية إلى هذا الحد شاهدنا تدهور العلاقة التركية الإسرائيلية لكن لم تصل إلى هذا المستوى التهديد العسكري على الطيران الإسرائيل ونعرف أن إسرائيل الآن هي فقط الفلسطينيون والجبنانيون والسيريون يملكون تهديد الصواريخ على إسرائيل إسرائيل فقط تهدد بسلاح الجو تعطيق سلاح الجو يعني الحديث من جديد عن معادلة جديدة أشكرك كل شكر ناصر لحام مدير مكتب الميازين كنت معنا مباشرة من فلسطين المحتلة من بيته لحم أشكر موصول للزميل أيضا سلام العبيدي كان معنا من موسكو لإكمال هذا الملف ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري العميد هيثم حسون أهلا بك سيادة العميد قطع الخط واضح بأن هناك تأزم هل تسمعون على ما يبدو لم يجهز الصوت جيدا مع الخبير العسكري نبقى إذن في تفاعلات هذه الأزمة حيث أن الصمت الذي التزمه المستوى السياسي الإسرائيلي إذا تقرير وزارة الدفاع الروسية بشأن إسقاط الطائرة الروسية فوق اللاذقية خرقه موقف للجيش الإسرائيلي رفض فيه نتائج التقرير الروسي من دون تصعيد الموقف مع موسكو في ظل استمرار مفاعل هذه الأزمة بين الطرفين من الإسماعيل أصداء اللهجة الحادة التي وردت في بيان وزارة الدفاع الروسية والذي حمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الروسية فوق مدينة اللاذقية لا تزال تتردد في إسرائيل لما تحمله من تداعيات وانعكاسات على العلاقة بين إسرائيل وروسيا في كل ما يتعلق بسوريا وفيما أوعز رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو إلى وزرائه بالتزام الصمت وعدم الإدلاء بتصريحات بشأن إسقاط الطائرة الروسية نشبت حرب صياغ بين وزارة الدفاع الروسية والجيش الإسرائيلي بيان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي رفض معطيات التحقيق الروسي حول إسقاط الطائرة وأشار إلى أن التفاصيل الكاملة والدقيقة والواقعية معروفة للمهنيين في الجيش الروسي وأن آلية منع الاحتكاك عملت في الوقت المناسب نلاحظ أن هناك مناوشات كلامية فوزارة الدفاع الروسية نشرت موقفها الذي يرفض تماما توضيحات الجيش الإسرائيلي والناطق باسم الجيش نشر من ناحيته الرواية الإسرائيلية هناك بعض الغمز حيث قال الناطق باسم الجيش في بيانه إن المهنيين لديكم يعرفون الحقيقة أي إن وزارة الدفاع الروسية لا تعرف جيدا كلام المراقبين عن أن روسيا لن تسارع إلى حرق الجسور مع تل أبيب بسبب المصالح المشتركة التي تجمعها بإسرائيل حول سوريا قابله آخرون بالحديث عن أن إسقاط الطائرة الروسية مثل فرصة أمام بوتين لوضع قواعد لعب جديدة أمام إسرائيل بعد تبدل صورة الوضع في سوريا من اعتقد أن الأزمة بين إسرائيل وروسيا أصبحت خلفنا تلقى دلو ماء بارد على رأسه الروس غاضبون وصاغوا لائحة اتهام علنية حادة ضد سلاح الجو الإسرائيلي وبوتين بحسب التقديرات يريد استغلال هذه الحادثة ربما للوصول إلى قواعد لعب جديدة مقابل إسرائيل في أجواء سوريا معلقون قالوا أن تقرير وزارة الدفاع الروسية الحاد بشأن إسقاط الطائرة ما كان ينبغي أن يفاجئ أحدا في إسرائيل ربما باستثناء بعض الأتباع الحمقى لنتنياهو بحسب تعبيرهم فنتنياهو وبالرغم من علاقاته الجيدة مع بوتين غير قادر على جعل المشكلة تختفي في لحظة واحدة إذن من جديد نعود إلى دمشق والخبير العسكري هيثم حسون هل تسمعنا الآن؟ نعم إذن مواقف روسية مصحوبة بإجراءات على الأرض من قبل الطرف الروسي ما الذي تريد أن تفرضه روسيا على مستوى المعادلات الجديدة في سوريا كيف تقرأ سوريا ما تفعله روسيا الآن التحية لك وللسادة المشاهدين طبعا ما قامت به روسيا القرارات التي اتخذت اليوم تشبه إلى حد كبير وهو بمسابة تكرار للقرار الذي اتخذه الرئيس الراحل أندربوف عندما قام العدو الصهيوني بتدمير قواعد الصواريخ في لبنان في ذلك الوقت اتخذ الرئيس الروسي قرارا بفتح المستودعات أمام الجيس السوري وكانت أحدث الأسلحة التي سلمت للجيس السوري في ذلك الوقت صواريخ للدفاع الجوي اليوم هناك مشهد جديد يتميز بأن أو كما تقرأه الدولة السورية هو مشهد جديد يتميز بمجموعة من الصور أهم هذه الصور هو موازين قوى جديدة مبنية على أن العدو الصهيوني كان دائما يتفوق في القوى الجوية وبالتالي أصبح هذا التفوق خلفنا الأمر الآخر هو قواعد اشتباك جديدة أن أي عدوان أو أي عمل يقوم به العدو الصهيوني سيلق الرد الذي يردعه وبالتالي سيكون هناك ضوابط كبيرة الأمر الثالث هو أسلوب تعامل جديد خاصة أن مصادر الاعتداء على سوريا ليست فقط العدو الصهيوني وإنما الولايات المتحدة والدول المتحالفة التي نفذت عدوان نيسان 2018 جنرال حسون هذه الإجراءات من ناحية العسكرية نسأل إلى أي حد تغير آليات منع الاحتكاك وقواعد الاشتباك مع الإسرائيلي أولا ومع القوى الغربية الأخرى ثانيا ماذا في تفاصيل الإجراءات عسكريا طبعا من الناحية العسكرية كما أعلن وزير الدفاع الروسي أن روسيا ستسلم منظومة S300 خلال أسبوعين ستسلم أيضا نظام الكبح الكهرومغناطيسي الذي يمنع أي طائرة تدخل في الأجواء السورية أو تقترب من الأجواء السورية من تحديد الأهداف على شاشات الرادار أي عملية أعماء كامل للطيار ولوساطة الاستطلاع في الطائرات الأمر الثالث هو منظومة التحكم والقيادة الآلية لمنظومة الدفاع الجو السوري هذا الأمر سيعطي موسوقية كبرى لوساطة الدفاع الجو السوري والروسي طبعا في التعامل مع الأهداف المعادية والتمكن من إسقاطها أو إعمائها وإضاعتها بالحد الأدنى الأمر الآخر هو نظام أمان كبير في التعامل مع الأهداف الصديقة وهنا الأهداف الصديقة أريد من خلالها أن لا يحصل أي خطأ في عملية التعارف بين الأهداف الجوية السورية أو الروسية ومنظومة الدفاع الجوي الأمر الآخر هو موضوع السيطرة على أو إحكام الإغلاق للأجواء السورية أمام أي جسم طائر إن كان هذا الجسم مصدره الكيام الصهيوني أو مصدره الولايات المتحدة أو باقي دول الأدوان هنا نستطيع القول أن سوريا وروسيا أمنوا المجال الجو السوري بشكل كامل وأقفلوه أمام أي حركة مهما كانت مصدر هذه الحركة وأعتقد أن سوريا ستستفيد كثيرا ومعها روسيا بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة عندما يتم الانتقال إلى العمل العسكري والذي أعتقد أنه لا بد منه في المنطقة الشمالية في شمال سوريا لوضع ضوابط أيضا لحركة تركيا في تلك المنطقة لكن نظام التحكم بأس ثلاثمائة يبقى عند الجيش الروسي هذا ما نفهمه من خلال القواعد العسكرية لهذه المنظومة الآن عندما ستأتي إلى سوريا لا نظام التحكم الذي سيسلم نظام التحكم والقيادة الآلية ستسلم لغرف عمليات قيادة الدفاع الجو السوري وبالمناسبة هذا النظام لا يوجد سوى في روسيا فقط واليوم سيخرج خارج الأراضي الروسية إلى سوريا هذا الأمر طبعا سيتيح نظام تكامل وتعامل منظومتين الدفاع الجو السوري الروسي في الأراضي والأجواء السورية وبالتالي هذا الأمر سيؤمن للدول السورية أو للجيش العربي السوري نظام تعاون مطلق مع نظام الدفاع الجو السوري وتكامل ما يمنع أي عملية خلل في القيادة أو خلل في التنسيق بين منظومتين الدفاع الجو السوري والروسية أشكر كل شكر الخبير العسكري هيثم حسون كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق إيران تشيع شهداء الهجوم الإرهابي خلال العرض العسكري في الأهواز ووزير الأمن الإيراني محمود علوي يؤكد ملاحقة الإرهابيين حتى آخر فرد منهم من الحمرية والتفاصيل يتقدم موكب الشهداء جثمان محمد طه الطفل الذي لم يتجاوز الرابعة من العمر غيبته رصاصات غادرة على عجل حين أتى مسرعا لمشاهدة العرض العسكري لعله يبقى ذكرى جميلة في مخيلتها رحل محمد وخلف رحيله ذكرى حزينة في قلوب الإيرانيين من دون استثناء حشد شعبية غفيرة في الأهواز ومحيطها شاركت في مراسم التشيع 25 شهيدا ارتقوا نتيجة الهجوم الإرهابي ليعلم الإرهابيون أن أبناء الشعب الإيراني سيلاحقونهم حتى آخر فرد منهم وسيحاسبونهم وحتى الآن اعتقلنا عددا مهم من المتورطين وسنعتقل البقية وهم مرتبطون بدول مجاورة نعلم من هي وستدفع ثمن ذلك رفعت رايات العشائر إلى جانب العالم الإيراني تنديدا بهذا العمل الإرهابي واستنكارا له وهو الذي يبتعد عن الأهوازيين كل البعد ويرتبط بأجندات خارجية تحاول النيل من الاستقرار والأمن في إيران طبعا لما تلاحظ من بعد الهجوم صارت ترحيبات وبيانات من دول الخليجية مثل الإمارات مثل الوزراء في الكويت مثل الوزراء في المملكة العربية السعودية فلما تلاحظ هذا الترحيب الخليجي مع الأسف يعني تستنبط أنه هناك أيدي هناك دعم هناك دعم لوجستي هناك دعم مالي ربما يكون أنا لا أعدي معلومات ولا أملك معلومات ولكن هذا واضح اتحاد ما يكثر مع النظام الإسلامي ومع الوطن ويوم عن يوم نزيد الاتحاد ونحن فدايين للوطن مر موكب الشهداء من هنا وسط عشرات الألاف من المشيعين الذين رفعوا شعارات منددة بالإرهاب وبدعميه لكن هذا الهجوم الإرهابي لن يمر مرور الكرام بحسب المسؤولين الإيرانيين أما بالنسبة لطبيعة الرد فستبقى رهن الأيام المقبلة والدة محمد طه ووالده لم يقويا على المشاركة في جنازة صغيرهما الذي رحل من دون الوداع الأخير في مستشفى يتوسط موقع الهجوم وموقع التشيع يعجز اللسان عن وصف المشهد سيبقى والد محمد يشتم رائحة طفله الشهيد حتى يحين اللقاء ملحم ريح الأهواز الميادين أمين مجمع تشخيص مصلحة نظام محسن رضائي أكد خلال مشاركته في تشيع شهداء هجوم الأهواز الإرهابي أن خوزستان وإيران موحدتان وستبقى إحدهما إلى جانب الأخرى دائما رضائي الذي ظهر بالبزة العسكرية شدد على أن أبناء خوزستان سيبقون في طليعة المدافعين عن إيران وثورتها إن فجل أعداء إيران في تحريد المواطنين على الثورة دفعهم إلى تنفيذ هذا الهجوم الإرهابي لكن على أعداء إيران أن يدركوا أنهم لن يتمكنوا من زعزعة أمنها واستقرارها فإيران اليوم أكثر أمنا واقتدارا وسنلاحق الزمرة الإرهابية التي نفذت هذا الهجوم وسنسوقها إلى العدالة بدوره نائب قائد الحرس الثوري حسين سلام أكد أن طهران تعلم أين يقع مركز التخطيط لهذه المؤامرات لفت إلى أن دماء الشهداء الذين ارتقوا في الاعتداء الإرهابي أثمرت وحدة وتعاونا الجماهير اليوم تؤكد أن ثمار دماء شهدائنا هي الوحدة والتعاون نحن نعلم أين يقع مركز التخطيط لهذه المؤامرات ومن الأهواز ينضم إلينا مجير مكتب الميازين ملحم ريا إذن ملحم اليوم تم تشيع شهداء الأهواز لو تذكرنا بتفاصيل هذا المشهد وما تلاه أيضا وذكر له من تصريحات ورسائل مهمة على هذا الصعيد نعم فطون منذ الصباح الباكر وارى المشيعون الذين حضروا هذه المراسم بعشرات الألاف من الأهواز ومن المناطق المجاورة لها واروا جثمين الشهداء الذين سقطوا جراء هذا العمل الإرهابي الذي طال الحقيقة عرضا عسكريا قبل يومين وسقط خلاله 25 شهيدا بينهم أطفال ونساء واروا جثمينهم الثرى وكان هناك مراسم شعبية وحضرها مسؤولون إلى جانب طبعا الحشود الشعبية مسؤولون إيرانيون عسكريون وسياسيون كان هناك حضور لعدة وزراء وزير الدفاع وزير الصحة ووزير الأمن محمود علوي الذي قال للميادين بأن التحقيقات الأولية ابتشفت عن تورط بعض الدول المجاورة وبدعمها لهذه المجموعات الارهابية وقد تم في الحقيقة اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين والعمل جاري على اعتقال بقية الأفراد هذه المجموعة المرتبطة بهذا العمل الارهابي من خلال هذا الهجوم المسلح على العرض العسكري قبل يومين بالنسبة للكلمات التي توالت خلال هذه المراسم أو مراسم تشييع في الحقيقة كان هناك كلمات مهمة كما ذكرتم في مقدمة الخبر كلمة مهمة لمحسن رضايا من مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قال فيها بأنه لا ينبغي الاكتفاء فقط بالتنديد ولا ينبغي فقط الاكتفاء بالتحذير والبيانات لأن قادة هذه الجماعات الإرهابية الانتصالية تقيم في عدة دول منها بريطانيا وهولندا والدنمارك ويجب أن يكون هناك إجراءات عملية في هذا الإطار طبعا أذكر هنا بأن وزارة الخارجية الإيرانية مباشرة بعد وقوع هذا الهجوم الإرهابي استدعت سفراء هولندا والدنمارك والقائم بالأعمال البريطاني لسبب هذا الأمر الذي تحدث عنه محسن رضائي والذي يريد أن يكون هناك إجراءات عملية أكثر في هذا الإطار أيضا كان هناك استدعاء من قبل الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الإماراتي على خلفية التصريحات التي أو التغريدة التي أطلقها مستشار ولي عهد أبوظبي عبدالخالق عبدالله والتي لاقت ردود فعل قوية من قبل الجانب الإيراني تحديدا من قبل محسن رضائي الذي اعتبر أن هذه التغريدة تشير في الحقيقة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية هي بناء على تدخلات خارجية تنفذ أجندات خارجية لدول معروفة هناك إشارة واضحة من خلال التصريحات التي استمعنا إليها كان اليوم أو منذ يومين أي بعد وقوع هذا الهجوم الإرهابي مباشرة تصريحات المسؤولين الإيرانيين كلها تشير إلى الأصابع الغربية في هذا الموضوع تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية الكائن الإسرائيلي عربيتان خليجيتان تحديدا تم الإشارة إليهما دون تسميتهما اليوم محمود علوي يقول بأن دول مجاورة بعض التحقيقات الأولية لها ارتباط بهذا الأمر كان هناك في مراسم التشيع فتون أعلام واضحة أو ريات واضحة ريات عشائرية في منطقة الأهواز ترفرف إلى جانب العالم الإيراني جميع المتواجدين في مراسم التشيع أكدوا على وحدة الصف أكدوا على تكاتف جميع شرائح الشعب الإيراني والتصدي لهذه المؤامرات الغربية وربما يعني مؤامرات من دول في المنطقة أيضا لنقل الاضطرابات إلى الداخل الإيراني وقالوا بأن الاستقرار يجب أن يبقى مستتبا كما كان في الأهواز قبل هذا الحادث الإيراني بالنسبة للتصريحات الأمريكية المضادة كان من نيكي هيلي أو غيرها أيضا هل صدرت ردود فعل على هذه التصريحات أم بعد لم تصدر أي ردود فعل سياسية رسمية هنا على التصريحات أو النفي الأمريكي أو النفي الإماراتي لأي ارتباط لهما ربما بهذا العمل الإرهابي ولكن تم نقل هذا النفي في وسائل الإعلام مجرد نقل ولكن لا يوجد ردود فعل رسمية حول هذا الأمر إنما ما يدور هنا وما نسمعه على ألسنة المسؤولين الإيرانيين هي اتهامات واضحة بتورط دول مجاورة بهذا العمل الإرهابي بدعم الجماعات الإرهابية الانفصالية ليس فقط في منطقة خوزستان الأهواز إنما أيضا في مناطق أخرى كرمانشاك كردستان أذربيجان الغربية سيستان وبلوشستان هذه المناطق التي تتواجد فيها أقليات قومية إيرانية هناك يقول مسؤولون هناك محاولات حثيثة أمريكية لتأليب هذه القوميات على النظام الإيراني ولكن بحسب ما يقولون لأن هذا الأمر لن ينجح مطلقا أشكرك مرحم مريا مدير مكتب الميادين في إيران كنت معنا مباشرة من الأهواز أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في رسالة حول اختيار مرشح لمنصب رئاسة جمهورية العراق أنه كان يفضل ويتفق الأطراف الكرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية لكن ذلك لم يحدث للأسف برزاني اختارت دكتور فؤاد حسين لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية معلنا أنه على اقتناع تام بتأييده وتأديته مهامه على أكبر وجه أعلن قائد عمليات الحجد الشعبي في محور غرب الأنبار قاسم مصلح أن القوات الديناماركية في قاعدة الفوسفات استهدفت أحد مقار الحجد الشعبي في قضاء القائم بثماني قذائف مدفعية مصلح وصف الاستهداف بالمتعمد رافضا ادعاءات قيادة عمليات الجزيرة بأن القذائف تجريبية ومتسائلا عما إذا كانت مقار الحجد الشعبي أضحط ميدانا تجريبيا مستمرون بتقديم نشرة الظاهرة من الميادين تتابعون فيها بعد فاصلا قصير معارك العاصمة الليبية مستمرة وحصيلتها مئات القتلى والجرحة من جديد أهلا ومرحبا بكم استشهد الشاب الفلسطيني عماد داود شتيوي وأصيب نحو عشرين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع الاحتلال لتظاهرات ليلية نظمتها أحداث الإرباك الليلي شرقي غزة وإزارة صحة الفلسطينية أشارت لأن الاحتلال استهدف الفلسطينيين بالرصاص الحي وشيع أهالي غزة الشهيدة وسط هتاثات تندد بالاحتلال وتدعو إلى مواصلة المقاومة تدعو وإلى الله قالت وزارة الصحة الليبية إن الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في طرابلوس على مدى شهر أدت إلى مقتل مائة وخمسة عشر شخصا على الأقل وإصابة 383 آخرين عند خط جبهة القتال في منطقتين واد الربيع وفاطمة الزهر السكنيتين في العاصمة الليبية ترابلوس لا تزال المنازل المهدمة والمركبات المحترقة والمتاجر المدمرة والشوارع المهجورة شهدة على شدة القتال سكان شنوب العاصمة الليبية لا يزالون يتحملون وطأة القتال الداخلي منذ شهر واضطر كثيرون منهم إلى مغادرة منازلهم الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة في طرابلوس على مدى شهر بين اللواء السابع الآتي من مدينة ترهونة وكتيبة بوسليم التابعة لحكومة الوفاق أسفرت عن مقتل مائة وخمسة عشر شخصا على الأقل وإصابة ثلاثمائة وثلاثة وثمانين آخرين أرقام وزارة الصحة يوزيها أثر كبير للقتال على معظم محطات توليد الكهرباء في طرابلوس فضلا عن إصابة المطار الرئيسي في العاصمة بالشلل وعلى وقع هدنة هشة واحتدام للشباكات بين الحين والآخر قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تعد لائحة بأسماء منتهكي القانون الإنساني الدولي من أجل تقديمها إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على تلك الأسماء ورحبت البعثة في بيان بتصريحات العديد من المدن الليبية التي تستنكر العنف وتدعو إلى إنهاء الاقتتال وتثبيت وقف إطلاق النار من أجل طرابلوس خالية من المجموعات المسلحة تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة حيزت تنفيذ الاثنين على بضائع صينية مستوردة رد صيني بإجراء مماثل يستهدف بضائع أمريكية عبدالله ظاهر إرهاب التجارة هو تعبير مجزي لما أعلنته الصين الاثنين حين اتهمت واشنطن باستخدام حجج كاذبة في التجارة لترهيب بعض الدول لم تعد الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة ناعمة أو بحاجة إلى قفزات فاللعب وفرض الرسوم الجمركية المتبادلة باتا فوق طاولة الاقتصاد العالمي اقتصاد حذر خبراء من ازدياد المخاطر على نسب نموه العالمية في ظل غياب الحوار بين العملاقين الاقتصاديين وبعدما ألغت بكين زيارة مقررة لوفد من المفاوضين الصينيين هذا الأسبوع إلى واشنطن غياب التواصل أوصل الأمور إلى الحائط المزدود مع تصاعد حدة الحرب التجارية ودخول رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ على بضائع صينية مستوردة ردت عليها الصين بإجراء مماثل يستهدف بضائع أمريكية فإدارة ترامب فرضت رسوم جمركية مشددة بنسبة 10% على ما قيمته 100 مليار دولار من المنتجات الصينية ردت عليها بكين بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 إلى 10% على واردات سنوية من المنتجات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار عقوبات باتت تقلق مؤسسات التصنيف العالمية فوكالة فيتش قالت إن سياسات أمريكا التجارية الحمائية بلغت نقطة باتت فيها تؤثر فعليا على أفاق النمو الاقتصادي العالمي مخفضة توقعاتها إلى 6% هذا العام فيما تتوقع نموا عالميا بنسبة 3% العام المقبل كل ذلك في كفة وما أشارت إليه الوكالة في كفة أخرى متسائلة هل تكون اليابان الهدف المقبل لسياسات ترامب الحمائية بعدما باتت تسجل الولايات المتحدة تجاه توكيو عزا تجاريا بقيمة 56 مليار و600 مليون دولار قلق لم يبدده الكلام الذي قاله رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي من واشنطن واصفا المحادثات مع نظيره الأمريكي بالبناء وبأنها تناولت مسألة التجارة البينية تمهيدا لعقد الجولة الثانية من المباحثات التجارية الرسمية بين البلدين فرض الإدارة ذاتي الكردية مناهجها الخاصة على معظم المدارس في محافظة الحسك شمال شرقي سوريا شكل نقطة تحدي للمجتمع في ظل ما تسبب فيه من ازدحام في المدارس التي تدرس المنهاج الحكومي وصعوبة لدى الأهالي في تأمين وصول أبنائهم من أحياء المدينة وضواحيها وأريافها الجدل حول إغلاق المدارس الخاصة التابعة للسوريان والأرمن والأورتودوكس والتي أعيد افتتاحها من قبل الكنائس عاد إلى الواجهة من جديد عودة تأتي في ظل الحديث عن عدم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية وانية إعادة إغلاق هذه المدارس من جديد بسبب عدم رضوقها لطلبات الكرد الخاصة بعدم اعتماد اللغة السوريانية لغة وبتدريس منهاج الإدارة الذاتية طلبوا مننا أن نقدم نحن نسجل كمان بالإدارة المحلية وهذا مو مقبول طالما هنه يقولون نحن بسوريا ونحن سوريين فالإدارة المحلية ما تقدر تفرض علينا نحن مسجلين عند الدولة وأذكرك أنه نحن أول تجهيل صار سنة 1934 مديرية التربية في الحسك تعمل على مواجهة قرار الإدارة الذاتية في ظل خطر خروج أكثر من 200 ألف طالب وتسر بهم من التعليم الحكومي وسلبهم الحق في التعلم نتيجة هذه الإجراءات التي أخذت بها ما يسمى الإدارة الذاتية قمنا نحن كمديري التربية بمجموعة من الإجراءات لاستيعاب أكبر عدد منكم من الطلاب نتيجة عدم قبولهم للمناهج المغايرة وانتقالهم إلى المناطق الوقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري المديرية اتخذت سلسلة من الإجراءات ومنها استيعاب أكبر عدد من الطلاب باعتمادها دواماً نصفي ومنها جيء التعلم الذاتي والفي أباء إضافة إلى الكثير من التدابير الأخرى نحن كل ما نروح على مدرسة السكة كل ما نروح على مدرسة آخر وصلنا هنا ندرس ونتعلم ونكبر نصير ديكاثرا أو أستاذية أنا من المدرسة سكرت مدرسة وجيت له هنا من شانا نتعلم أنا جاي من الشداد لأنني سكرت مدارسنا وجايين هنا نتعلم من المستقبل من جديد مدارسنا سكرت في حي الناصرة من الكرات سكروها ما أخلو أحداً يدرس غير قردي أنا جيت من من تلحجر وسكر مدرسة وجيت من هنا لكي أكمل المستقبل وجيت طلب معي أنا من العزيزية سكرت مدرسة وجيت أكمل هنا المستقبل 160 ألف طالب تسربوا من المدارس العام الماضي بالرغم من الإجراءات الحكومية التي اتخذت ومن المتوقع أن يرتفع الرقم هذا العام إلى 200 ما يهدد بانتشار الأمية والجهل في الحسكة والآن إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل عبدالله ظاهر مساء الخير يا عبدالله مساء الخير فوتون نرفض لافت لأوبك طلب ترامب بزيادة إنتاج النفط صحيح اجتماع الجزائر اجتماع أوبك في الجزائر رفض أي توصية على كل حال دائما متعودين على مفاجآت ترامب الغريبة من نوعها تفضلنا أهلا بكم رفض كل من منظمة أوبك وروسيا دعوة الرئيس الأمريكي إلى زيادة فورية في إنتاج النفط والسبعدت السعودية أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام وفق ما طلب الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة وكان وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في أوبك ونظراؤهم من الدول المستقلة قد اختتم اجتماعهم في الجزائر من دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات المجموعة التي أتحدث بالنيابة عنها أنا في هذه اللجنة لا تسعى لسعر معين ولا نطرح مبادراتنا والإجراءات التي سنتخذها بهدف رفع الأسعار ولا خفضها بل بهدف موازنة العرض والطلب وتعقيبا على نتائج اجتماع وزراء الطاقة في الجزائر رأى وزير النفط الإيراني بيجين زنجاني أن مقررات الاجتماع هي رد سلبي على الإدارة الأمريكية وقال زنجاني أن حلوم الولايات المتحدة بوقف صادرات النفط الإيراني تماما لن يتحقق وأن زيادة الإنتاج لن تتحقق في المدى القريب بدوره قال وزير الطاقة الروسي أليكساندر نوفاك أن أسعار النفط المرتفعة غير مفيدة لأي طرف وأن المطلوبة من جميع الدول هو التوازن العرض والطلب ودعى نوفاك إلى تفادي حدوث فائد في إمدادات النفط خلال السنوات المقبلة عبر الالتزام بمستويات الانتاج الحالي وفي الوقت الراهن ارتفعت أسعار النفط في ظل شح الإمدادات الأمريكية التي وصلت إلى مستوياتها منذ عام 2015 وارتفع سعر العقود الأجل لخام برينت إلى 79 دولار و80 سنة للبرميل أما عقود الخام الأمريكي غرب تكساس فبلغت 71 دولار و60 سنة للبرميل ويتوقع متعاملون كبار وبنوك عالمية أن يتجاوز سعر برميل النفط 90 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة دع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إلى بناء تكتل اقتصادي تكاملي بين كل من الأردن مصر والعراق وذلك بعد استقباله وزيري النقل المصري هشام عرفات والعراقي قادم فنجان وأكد رئيس الوزراء الأردني ضرورة العمل على تقليص تكليف النقل والشحن في المنطقة وتقديم التسهيلات على الحدود ولسيما بين العراق والأردن لتعزيز التبادل التجاري الذي وصل حجمه إلى نحو 14 مليون دولار العام الماضي تستمر المساعة المصرية للربط الكهربائي مع أفريقيا وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية أن أشهرا قليلة تفصلها عن تشغيل خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميجاوات في المرحلة الأولى وقال المتحدث باسم الوزارة لصحيفة اليوم السابع إن المشروع الذي يبدأ تشغيله في كنون الأول ديسمبر المقبل يمهد لربط مصر بأفريقيا ككل وقد بدأت الشركة المصرية بوضع القواعد الخراسانية لخطوط النقل بتكلفة 56 مليون دولار يتحملها الجانب المصري في الخبر الأخير توقعت شركة أرامكو للتجارة وهي الذراع التجارية لعملاق الطاقة السعودي أرامكو زيادة حجم تجارتها إلى 6 مليون برميل كل يوم خلال عامين وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي إبراهيم البعينين إن نسبة الزيادة هي 50% عن المستويات الحالية التي تبلغ 4 مليون برميل كل يوم ولفت البعينين إلى أن الشركة تدرس أيضا بناء طاقتها في تجارة الغاز مستخدمة مكتبها في سينغافورا كمركز تدور شكرا لحسين متابعتكم عبدالله كفتون شكرا جزيلا لك عبدالله تشهد صالات السينما اللبنانية تدفقا للجمهور اللبناني لمشاهدة فيلم كفر نحوم للمخرجة نادين لبكي الفائز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي مع العلم أن الفيلم رشح قبل يومين لينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبي خلال مهرجان الأوسكار القادم ساعتان من الأحداث التي التقطتها المخرجة نادين لبكي من قاع المدينة عبر شخصيات تعيش في أشد البؤر الاجتماعية تأزما وبؤسا ساعتان وضعتا الفيلم في دائرة سينما الواقع ولسيما أن لبكي اختارت أبطال فيلمها من الواقع وليس من صف النجوم والمحترفين قصة طفل يواجه عائلته في المحكمة بدعوة أنها أنجبته في واقع مأساوي من دون هوية قصة الطفل زين تعبير حازم عن واقع آلاف الأطفال الذين يعيشون في أزمة هوية وانتماء وهم من ذوي القيود المكتومة وتشارك زين شخصيات أخرى كالطفل الإثوبي والعامل الإثوبية التي تطفي شخصيتها أبعادا إنسانية إضافية على الفيلم بهذه الشخصيات تكون لبكي قد انحازت إلى الهموم والآلام المتصاعدة في المجتمع اللبناني إلى درجة يصح فيها القول إنها قدمت رواية للبؤس المقيم في المناطق التي يعيش فيها المهمشون والفقراء هذه الخيارات ألزمت المخرجة بدفع فرق التصوير في أصعب الظروف بدفعهم داخل أحياء في الضواحي وأخرى في قلب العاصمة لا تصلح للسكن الآدمي إضافة إلى السجون إذن هو شريط يعاين الكائنات المسحوقة في مناطق سحقها التجاهل والإهمال والاستبعاد ونبكي بهذا المعنى ترفع عبر حكايات متفرقة ومترابطة في آن ترفع الستائر عن قضايا حارقة في المجتمع اللبناني لم تجد لها حلا منذ عشرات السنين وقد تحولت راهنا إلى كابوس مخيف يهدد المجتمع الآن إلى أخبار الرياضة مع محمد جراد يعطيك ألف عافية محمد مرحبا فتون شكرا لك أهلا بكم جيرونا يوقف انطلاقة برشلونة القوية ويرغمه على التعادل بهدفين في الدرب الكاتالوني ضمن المرحلة الخامسة من الدورة الإسباني على ملعبه كانت نو كانت الأمور تسير على ما يرام مع برشلونة السعي لتحقيق فوزه الخامس ثواليا محليا خصوصا بعد أن تقدم بهدف قائده الأرجنتيني ليونال مسي لكن طرد الفرنسي لونجليس تعد جيرونا على قلب الطاولة لو لا إدراك التعادل لبيكين الانتصار الخامس على توالي ليوفانتوس في دوري الإيطالي لم يختلف عن سابقاته من حيث السيطرة المطلقة وصعوبة التسجيل حامل لقب انتظر حتى دقيقة الحادية والثمانين ليتمكن من زعزعة تكتل فروتسونينيا الدفاعية مما المرمى عندما نجح البطغالي رونالدو في افتتاح التسجيل من مسافة قريبة ومن دون مراقبة بي أس في عيند هوفن يتجهي لحسم اللقب مبكرا في هولندا لسيما بعد حسم القمة التقليدية مع آياكس بثلاثية فريق المدارب مارك فانبوم اللي يتصدر بالعلامة الكاملة بعد ست مراحل على انتلاق الدوري وحسم عيند هوفن المباراة في شهوطها الأول بثلاثية تول عليها بيريرو وديونج و لوزانو البرازيلي نيمار نال انتقادات بلقطاته الغريبة ومحاولاته التأثير على قراراته الحكم وتهك من أطلق عليه لقب أسوأ ممثل في الملاعب بلان ستيفن بيريرو لاعب في نورد الهولندي قد يتفوق على البرازيلي فخلال المباراة مع أوتريك ضمن الدوري الهولندي مر بيريرو بجانب لاعب منافس وأمسك بشكل خفيف رقبته غير أنه سقط أرضا مدعيا للتعرض للضرب حسم ريفر بلايت سوبر كلاسيكو الكرة الارجنطينية لمصلحته بعدما تغلب على غريمه بوكا جونيور بهدفين في الأسبوع السادس من الدوري فوز ريفر على غريمه جاء في معقل بموينيرا بثنائية لمارتيناز وناتشوس كوكو الفوز رفع رصيد ريفر إلى عشر نقاط في المركز الرابع بفرق الأهداف أمام بوكا الرجاء البيضاوي المغربي يؤكد تأهله إلى نصف نهاية كأس الاتحاد الأفريقي للقاء ينينبا النيجري الرجاء جدد فوزه على كارا برازافيل الكنغولي بهدف لمحسن ياجور في الضقيق الرابعة على معلعب محمد الخامس في الدار البيضا طرف عربي آخر سيكون حاضرا في المباراة نصف نهاية الثانية لمصر البورسعيدي جدد بدوره الفوز على وفاق الصيف الجزائري هذه المرة في عقل داره بهدف مهاجمه الفلسطيني محمود ودي وفي دور السعودي لكرة القدم لقطة حصدت عدد مشاهدات كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال المباراة بين الفيصل وضيفه أحد شهدت المباراة في دقائقها الأولى حرمان نادي الفيصل التسجيل حيث فاشل حارس مرمى أحد في تشتيت الكرة بعيدا لتعود إلى لعب الفيصل الكويت فهد لانصاري الذي سددها باتجاه المرمى الخالي لأن وجود زميل وانت القليش مع هذه اللقطة الغريبة في الدور السعودي نصل إلى ختم الموجز الرياضي نشكر لكم حسن المتابعة عودة لك فتوب مجددا شكرا جزيلا لك محمد إلى العنوين موسكو تعتزم تطوير منظومات الدفاع الجوي لسوريا وتسليمها منظومة صواريخ S-300 وتقرر التشويش لمنع اتصالات الأقمار الصناعية والطائرات شرقية المتوسط تشيع شهداء الاعتداء الإرهابي في الأهواز ووزير الأمن الإيراني يؤكد للميادين اعتقال عددا من المتورطين واصلاتهم بدول مجاورة الحجد الشعبي يتهم القوات الدينماركية التابعة للتحالف الأمريكي بقصف مقر له في قضاء القائم تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مع دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ المخرجة اللبنانية ناديل لبكي في فيلمها كفر نحوم تكشف بالكاميرا أزمات فردية وجماعية في مناطق لبنانية مسحوقة تفاصيل أوفا حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الانترنت بلغتين العربية والإسبانية الظهير انتهت شكرا للمتابعة دمتم سالمين اشتركوا في القناة